غادر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الصين على رأس وفد يتكون من 16 مخافضاً وتسعة وزراء ومسؤولين آخرين وسط انتقادات واسعة لحجم الوفد المرافق له والذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة دعونا نشاهد هذه القائمة لأسماء الوفد المرافق لعادل عبد المهدي لكم أن تحصوا هذه الأسماء بالأرقام المتسلسلة لعدد الأشخاص ومن هم الذين ذهبوا إلى الصين وكم ستكلف هذه الزيارة طبعاً النثريات وتكلفة الإفاد وغيرها من هذه الأمور المتعارف عليها عندما يأتي أي وفد من أي مكان إلى مكان آخر لكم أن تتخيلوا هذه الأرقام التي تضرب في 2 أو في 3 أو ربما في 10 في العراق